يا جماعي اللي ما بيقدر يصوم رمضان بسبب المرض المزمن أو لأنه شيخ كبير طاعن في السن في قولين العلماء القول الأول وهو قول مالك وابن حزم وغيره أنه ما عليه أي كفار أبدا لأنه ما في دليل على الإطعام والآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذه الآية كانت في بداية الأمر أول ما فرض الصيام يلي بدي يصوم يصوم يلي ما بدي يصوم كان يطعم عن كل يوم مسكينا فقالوا أن هذه الآية منسوقة بقول الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه القول الثاني وهو قول ابن عباس أنه يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا وثبت عن أنس بن مالك أنه لما أسن كان يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا وابن عباس قال أن هذه الآية ليست منسوقة فوجب الإطعام الملخص يلي يفطر بسبب مرض مزمن أو لأنه كبير طائن في السن يطعم عن كل يوم مسكينا احتياطا عن كل يوم أفطره إذا ما معه وأخذ بالقول الأول فلا شيء عليه هذا والله أعلم سلام عليكم